المالغنين قالت ان ملغنية ملغنية هذه عندها سمتمز هذه كل منها درزنا عليهم وعندها سمتمز ثانيات يعني هي المنفستيشنز بتاعها هذا كله معها حاجات ثانية هذا اللي خليها الملغنية والحاجات هاده الثانية التي توحي نشرحوها الحاجات الثانية لو معرجناها مش بأدوية as soon as possible ممكن حتى تؤدي إلى الموت تمام النقطة هاده هنشرح لكم سلايد لبعدها قبل وبعدين نرجعو له لانه توحي تلخبتكم فتوحي ندو على فاكتورز اللي خلي البلازموديوم فالسي بارم هاده so fetal so dangerous يعني شيني الحاجات اللي خليتها هي dangerous للدرجة هاده فنبدو من نقطة الاولى قال لك انها عندها short percytic incubation period شيني هاده قلنا الpercytic incubation period هاده هي فترة حضانة من قامتها السبورزويد هاده تخش للليفر تدير الساكل هاده كلها وبعدين تخش للرد بلتصل تعاود الساكل هاده كلها اسمه لعندما خلاص تصل الرد بلتصل تتفرجع هاده ويطلع الميرزويد وتعاود الساكل من جديد فهذه اسمه فترة الحضانة percytic incubation period فقال لك ان في البلازموديوم فالسي بارم تقعد 5 ايام ثانية لو تتفكروا تابلي اللي اخدناه قلنا انه في البلازموديوم مالاريو تقعد حتى 10-11-12 ممكن حتى 14 يوم في الفايفاكس الأوفال تقعد 8 ايام هنا تقعد 5 ايام ففيزا عم تطلع الاعراض متاعها يعني هي so quick ثانية حاجة قلنا انها تطلع في عدد كبير من الميرزويد كيف يعني؟ حتى انه تقعد الميرزويد تعود الساكل من جديد حتى تحرك خلال ميرزويد تتشارك ويظهر الميرزويد ميرزويد هذا يقدر الميرزويد يكون تدخل على التعاون ويقعد لداخلها هي تعود الساكل كل ميرزويد تمشي البرسويد تمشي البرسويد فقال لك انه في البلازموديوم فالسي بارم ستطلع هذه ٣٠ ألف ميرزويد عكس الثانية هذا يطلع في ١٠ أمور هذه تطلع في ٣ أضاعف ماهذا يعني؟ يقع المفرد من البيئة يعني مثلا نقوله الأوفال حتى تمشي لعشرة اربية سيكون هذي تمشي لثلاثين اربية سيكون تمشي كل واحدة تخش لهم وديرهم امفكشن وتعاوض الساكم تاعا من شجد تمام فهي عندها ميرزويتس عدد ثلاثين ألف وهو ثلاث أضعف ثانيا في اللطنة قاعدة حتى هي قلنا أنها هذه السبورزويت هذي مثل تلزموديوم فالسي بارم مش ندورها لـ old RBC والـ small يعني بتخشير من كلهم لا يجعل أحد يتمشي إلي عمره 120 عام يتمشي ريتيكيروساتي لكيف نولد يتمشي إلي عمره 40 يوم 50 يوم أي ربيسي سترجعك قدامها فهي ستدير انفكشن ربيسي سكلهم ثانيا أو ليس ثانيا حتى وصلنا في النقطة الرابعة الاريثوريثيك ساكل اللي قلنا مشاهدي قلنا اكثر ايريثوريثيك شايزوغني وهذه الاريثوريثيك شايزوغني وقلنا أن المالاريو الأتاك اللي تتفجر الكيسة ويطلع المالاريو الأتاك اللي هي الفيفور وبعدين تقعد تتعاود السايكل فالسايكل هذي قالك تقعد 36 ساعة فعكس التانيات يلي يقعد ثلاثة أيام وأربع أيام هذه تقعد 36 ساعة يعني كل يوم ونص حيجينا مالاريو الأتاك كل يوم ونص إلى يومين حيجينا مالاريو الأتاك تمام فهذه أربع نقاط قلنا أن هي عندها فترة حضارة متاحها كثيرة تقعد خمس أيام ثاني هي عندها رقم كبير من المالاريو الأتاك معناها هي حتمشي ثالثا أن هي الربط سايكل هم حتمشي لهم مش مخلي حد يعني اليونج والأولد وكل فهي حتسبب حاجة اسمه بارسايتيميا اللي هو يعني تواجد بارسايت في البلد يعني هي حتأثر في البلد كله فحتدير بارسايتيميا ورابعا قلنا أن هي الارباثرسيتيك ساكل متاحها كثيرة فكل 36 ساعة حتدير سيفير هيموليتك أنيميا يعني كل 36 ساعة الاربسيز هتفجروا وأمتى الاربسيز هتعدى عدد كبير من الاربسيز فأمتى كل يوم ونص عدد كبير من الاربسيز يتفجروا فهذا سيسببنا في سيفير هيموليتك أنيميا لأن خلاص الاربسيز متاعنا معاش موجودات قاعدين يتفجروا كل يوم ونص يومان وحنا الجسم نرمزنا متاعها معاش قادر يلاحق عليهم تمام خلينا نمسحوا الصور عادي باش نشحوا النقطة هذه اللي هي توا خمس نقطة وأهم نقطة الشبه النقطة اللي تسبب في الدزيز كلهم قال لك أن الاربسيز هذي اللي فضحها الاربسيز شين حتبدأ تكون هذه طبعا어야 الفنو منا اسمها سكوستراتشن أو سايتو ادهيرنز تمام اسمها سكوستراتشن أو سايتو ادهيرنز اللي حيصير أن الاربسيز هذي بتبدأ تطلع هيكي في حاجات خلاص نرسومها بشيش نبوسا اوكي فالاربسي هذي هتبدأ تطلع في حاجات هذه الاربسيز هكذا تبدأ تظهر في حاجات هذا اسمه النبز فالنبز هادو سيقومون هادو النبز اللي من بره سيخليهم يلسقوا الراد بلدسل فعاد ما يختموا من البلدسل طبيعي مثلا هذا الراد بلدسل هتخليهم يبعدوا يلسقوا هنا وبعدان الراد بلدسل طبقه الثاني تلسق في الطبقه الأولى نحتها عندها هكذا تخليه مستيكي هذا النبز هده نبز خلص الراد بلدسل هدا سيجب أن هذا بكث choses سيضح من البلدسل ثمisherى لده سيضح المثال المثال سيب simp Easy سيض chains سيضح مضط سيضح مستيكي سيضح المثال ومع المنزل للشكل المختلفة ماذا ستسببنا؟ ستسببنا نكروسيس لأن الدم لا يصل ستسببنا انفرقشن ستسببنا هيبكسيا يعني الأكسجين لا يصل على الأورجن مثلا نقول أنها دارتنا بلوكيج في الأرتريزية التي يصل إلى الكدنيس فستسببنا انفرقشن أو هيبكسيا للكدنيس يعني لا يصل إلى الكدنيس ستسبب في نكروسيس فالفنامنا هذه اسمها ماذا ستسبب المرض ستسبب ثرومبا ستسبب هذا ويبدأ لا يمكن أن يمشي إلى الأورجن سواء الأورجن ستسبب على الأورجن ستسبب تشوي يعني الأكسجين ستسبب فالفرقشن لأن الدم لا يصل ستسبب في الأورجن وهذه تسبب أخطر وهذه هي الحاجة التي ستسببنا في المالغنان فهذه وريلك هنا ستسبب لأنهم يرسجون يرسجون ويجب أن يرسجون وما زال في أنهم سيرسجون في البلد فهذه هي ستسبب البلد سنجد فنرجع لنقطة هذه قالت أن الشيزوجني وين تأخذ مكانها في الكابيلرين الكابيلرين المسلس والأورجن والبراين فقالت أن نأخذ بلد لا نجد الشيزون سنجد البلد لا نجد لأنها سلصج في البلد سيكون موجودة في الشيزوجني مثلا البلد وهذا البلد هو الذي يخطم على جسم كله وهذا الذي يخطم على جسم كله ونستطيع إخده منه تحليل ونجبدو نسحبه دم لكن الشيزوجني سلصجها هنا في البلد البلد لا نكون موجودة في البلد هذا البرفيرال بلد يختم مكي هي حتكون لاصقة هتلصج علش due to the cyto adherence اللي شرحناها هتلصج هنا فهي مش هنلقوها في البرفيرال بلد تمام فهذه النقطة قالك ان شايسوجني تيكس بيس 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 بسيرو والبراين شايزونت اس بيس 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 مش هنلقوها it's not in peripheral قالك الring stage والجاميتو سايت بس يلي هنلقوها في البرفيرال بلد في الring stage اللي قبل ما تخش البروستس و الجاميتو سايت هي البرفيرال بلد هذي هنلقوها في الدم عادي تختم تمشي مع الدم وانه تقلود على الجسم كله لكن الشايزونت نفسه اللي فيها الميرزايت ستقعد طول السجانة تمام تمام قالك دور complications باضافة لل complications اللي يدوين على مقبل شن هتدير للدم اولا هي تسبب انيما واضحة يدوين علىها قبل شنوما الحاجات يرحي خاليها تسبب انيما فرست فالي هي تدير destruction للربيسي اللي انفكتت هذي اوكي قلنا تمام هي تدير destruction حتى للربيسي اللي ما فيهم شيء علشان قلنا اني هتخش في حالة رعب هتدير autoimmune hemolysis تبدأ معاش تفرز تبدأ تقتل في اي ربيسي تلقاها قدامها اولا لان there's parasitemia ما معنى parasitemia هو عندما يبدأ فيه too much parasites in your blood parasitemia عندما يكون فيه parasيت موجود في الدم فهي عندما تخش في الستيج هذا تبدأ خلاص بتقتل ال red blood cells هذا مش همها انتي healthy انتي مش healthy هذه اسمه autoimmune hemolysis فهنا قل لك hemolysis of infected and non infected RBCs وهو autoimmune hemolysis ثانيا قلنا انها هي هي الاوتومين سيطلع ماده اسمه نيكروس اسمه tissue necrosis factor فالاسف ما هي دير too much of it امتزيد المتنتعه لانه في الاوتومين يزيد اكيد امتزيد المتنتعه يمشي على bone marrow يدير للسيبراشن و المسؤول على انتاج والبلاد cells والبلاد cells والبلاد فهو امتزيد للسيبراشن خلاص بيبدأ البون مرى معاش يصنع و احنا قلنا اصنع فيه قاعدين يكسروا فيه فحصي لنا severe anemia ثانيا انشان حديرنا اولا سيزيدنا في الغلوبين اللي موجود في الدم علاش الغلوبين 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 بالنسبة كبيرة الغلوبين الغلوبين بالنسبة له تحصيرا الغلوبين لا يدرك فحيصدنا تدريس في لفظة البالبومن حاجة ثانية حيصدنا هايبوغليسيميا لماذا؟ نفس الشيء لان الليفر اللي هي حيصد فيها glycogen lysis الليفر لا تخدم كويس فحتى السكر حيصدنا هايبوغليسيميا لنحن مش قادرين نديره glycogen lysis او مش قادرين نديره gluconeogenesis البروستس هاد وكل ما اللي نداره في الليفر مش هنقدرون نديره لان الليفر صار لها مالفونكشن لا تخدم كويس تمام حيصدنا حاجة اسمه هذا السميميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيمليليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيميليسيمليسيميليسيميليسيميلي يجب أن يحاولون جميعهم في البلد يغضون جميعهم فهذا اسمها diseminated المخلص من دي اي سي وقال لكي تسديو تسايتو اديراني هي الفينوموني اللي شرحناها فتاوة بعد ما كملنا مانفستيشن اللي يدير فيهم في البلد هندوى على اخر مانفستيشن هي الشيء ستدير في البلد في البلد ستديرنا حاجة اسمها Cerebral تحطي لثاني تشكل فاشترح كل شيء ننسى المهم Cerebral Malaria ماذا نقول استغفر الله فهنا البرين مش قلنا انه هو ماشي هيكي ولا وحيصير فيه تجلطات تمام حيصير فيه تجلطات لان البلد بصص هادو هيكي حديرو ترمبوسيز علاش هادي سايتو اديراني تمام فهو ما دمه حيصير فيه تجلطات والبلد باصل هيتساكر الدم ماشي بيقدر يصل للبرين وحتى الفلوود اللي في البرين ماشي يقدر تطلع فالبرين اولا حيصير لديمة لان الفلوود ستراكم وماشي يقدر يطلعه والثاني حاجه حيصير لديها نيكروسيز أو اسكيميك انفركشن اسكيميا المعناها الدم معا شي يقدر يصب فحيصير لديها اسكيميا لان الدم معا شي يقدر يختم لان هنا فيه تجلطات فهذا اول حاجه قال لك انه هيدير سايتو ادهون هيدير سايتو ادهون ام الاربسيز اليوم ندوها كلها نسيتها فهيدير سايتو ادهون هيدير بلوكج للكاملره هادو هيدو ترمبوسيز نوع التجلطات مالمسي للحيائي اعياء التي الماكدين سافرات والنروسي الذي يخص فيها في الدواجين لكي المكسات هناك هامي block وهو الشرل النصفي و ممكن سيخش في غيبوبة سيخش في قامة تمام حصلنا حاجة اسمها مالاريال هايبربيركسيا هذه هي قبضة درجة الحرارة تركب 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 لعندما تصل الى 41 ديجريز يعني تفوت الى 40 وهو جميل فهذا ديوتة قال لك ان دعني نمسها هذه تمام احنا قلنا ان الارجين المسؤول على الهيط هو الهيبوثامس تمام فالهيبوثامس هذا الهيبوثامس او الهيبوثامس فمعاش هيقدر يصل الى دم فهيصير فيه مالفنكشن للهيبوثامس فهو معاش هيقدر يعدل يعني خليل البلد فصل هذا هذا البلد فصل للهيبوثامس فحتى وهيصير فيه ترمبوسيز الدم معاش هيقدر يصل الى مالفنكشن للأورجن هذا ومدام اصر مالفنكشن للمركز اللي يتحكم في الحرارة الحرارة هتركب وتوصل حتى الى 41 فهذا اسمه مالاريال هايبربيركسيا سيصير لنا اي بروب سيصير فيه سيصير فيه وراءهم مش هاز نعفوهم يعني والدكتور قال انه مجرد تحفظوا شنهما سيصير فيه نزيف في الواتنا سيصير فيه سيصير فيه الواتنا سيصير فيه الواتنا سيصير بيضاء سيصير هذا طبعا ان الدم عاش يوصلها سيصير فيه بيبوديما انه هو بيبوديما حتى الفلويدز يدخل العين خلاص تركمت فسبب فيه بيبوديما السويلنغ في الابتك دسك حتى يصير في مقرإزال فهذه يسمي بيبوديما طبعا هادو الفنومنز هادو الواتنا أو صار فيه ويتننغ للا راتنا دوتو ان البلود سيصير او صار في بيبوديما لان الفلويدز يدخل اللي تركمت في الابتك دسك مما عاش نجد كاف تطلع ونفس الشيء كل ما يطلعوا يرجع لنفس السابق أنه هو التجلطات اللي سببوهم الparasitized arpices هذا كل ما لو عطلوه حيسببنا في blindness يعني آخر نتيجة أنه ما حيقدوا لblindness بعدها عنا اللنج شان حيديلنا في اللنج same problems أنه هو البلد سبلاي للنجس حيتسكر حيصير فيه تجلطات فالنجس حيصير لحاجة اسمه pulmonary edema أن الفلويد زي اللي داخل اللنجس هذيك الفلويد معاش لقيت كيف تختم فهنا حيولوا النرج حيصير لهم قديمة ثانيا البلد معاش لقيت كيف يخش للنجس فحيصير فيه difficulty breathing لأنه مفيش انف بلد مفيش انف اكسجين فهذا ممكن يدلنا pulmonary edema ممكن يسببنا difficulty in breathing فاللنجالك أكيو pulmonary edema علاش due to increase capillary permeability لأنه هو البلد فصل عمتى يبدأ فيه التجلطات هذا دخل نرسمعنا عمتى يبدأ فيه التجلطات هادو يمشي بلد فصل شين يديره دخل نرسمعه البلد فصل مثلا هذا يجلط جلط يمشي دي increase the permeability متاعهم لانخاص يبوا يلقوا اي طريقة تانية انه هما يخطموا منها الدم فهيبضوا يخشوا fluids في العادة انهم مفروض ما يخشوش هايبضوا يخشوا فهذا اللي حيسببنا في الادema تمام؟ علاش الابمديمه ستسبب لانه المتعددات فصل حديد وعلاش المتعددات فصل حديد لانه صار فيه obstruction للبلد فصل وعلاش صار obstruction لانه صار فيه cyto adherence فنومنا هذي تمام؟ فتواب ندعو على liver and spleen وشو ما المانفستيشن هاي سيصير فيها؟ طبع ما احنا قلنا ان احنا اول ما بنديره inflammatory response هنولع rough endoticular system واهم 2 organs في ال RES system هيكي هو Reticulo مش وفه انا خلين قلت rough Reticulo endothel system واهم 2 organs هما liver و spleen فهو امتى يصير فيه extra deposition من المواد هذي انه هما مثلا المونوسيتس و الميكروفيجيز بيطلعوا برا وبيدوروا على infected rbc وبيمشوا يكلوهم بيتخلصوا بهم وانه يحطوهم في liver and spleen فحيصير فيه تضخم لل liver and spleen لانه قاعدين يخدموا بزيادة تمام فيه حمل زايد فحيصير hepatosplenomegaly تمام علش بيصير hepatosplenomegaly لانه فيه خدمة زايدة فيه حمل زايد علش في حمل زايد لانه المونوسيتس و الميكروفيجيز متاعنا قاعدين يتخلصوا من infected rbc زيبوا يفتكوا منهم فال liver and spleen قاعدين يخدموا too much فحيصير لهم تضخم فقالك هنا هي hepatosplenomegaly due to hypertrophy تخدنا في ال patho انه ستكبر في الحجم لانه هيصير فيه تضخم في ال cells لانه they're working too much في excessive work لانه they're clearing up ruptured rbc تمام حاجة تانية حيصير لنا مش قلنا انهما حيلموا الكنيس كولومي يعني المونوسيتس و الميكروفيجيز ماذا فيه حاجة نضم الكنيس هذا وفيه pigment اسمه hymozine فالبيغمنت هادي يمكن ان تخلصوا بها في ال liver وفي spleen حدير لنا pigmentation فال liver and spleen كان لونه pink احمر ويكون لونه dark لانه البيغمنت هادي تخلصنا منه مخدناها liver and spleen فمتصير فيه تراكم للبيغمنت هادي سيغير لون ال organ فقالك ان spleen سيصير لها تضخم حاجة تانية ان ال liver نفس قصة نفس قصة هذا ال blood vessel ال blood vessel سيقعدوا يتراكمه هنا سيسكروا ال liver سيسكروا ال blood supply اللي قاعد يمشي لل liver وال liver حتى لا تستطيع توصل وهنا سيسكروا ال blood supply فعندما يسكر ال blood supply سيصير اسكميا ال blood سيصير مالفنكشن ال liver لا تستطيع تختم كويس وعندما تستطيع التصنع ال liver اولا انها تصنع في ال glycogen كلها ليس تصنع هي تصنع ال glycogen فنحتاجه ال energy سنكسر ال glycogen فال liver لا تستطيع تخدم كويس لا تستطيع تكسر ال glycogen فحصيرها هيبوغليسيميا هيبوغليسيميا لماذا لان ال liver وعلى ما صارها مالفنكشن وعلى ما صارها مالفنكشن لان الاخلاي لان الخلايا تصنع ال RBC تجلطات ومعاش تستطيع توصل الدم شيء ثاني يصيرها وهذا اسمها لان ال liver لا تستطيع تخدم فحصير فيه بليروبن ال liver هي المسؤولة انها تصفي حصير فيه جوندس جوندس تمام بعدها حضرنا حاجة اسمه hyperactive malarial sprenomegranate اللي هو يعني تضخم في سبين بزيادة هذا بسبب شيني نحن قلنا مثلا هادي ال RBC اللي مش كويسة وهادي الانتيبادي فحيكونو انتيجن انتيبادي كوملكس يعني بيجي الانتيبادي وبتاكل الانتيجن هذا هتكون انتيجن انتيجن انتيبادي كوملكس وين هيتخلصوا منا ج且ى تضخم الطريقال mijnینوغلفلن حتى تصبح لها تضخم لانه فهي نسبه كبيرة من الانتيجن انتيبادينا احنا ما كان الم Nerfهي نسبه كبيرة من الكومبلكسي الانتيجن انتيبادي هما it's and antibody فحيصير في increase في ال monoglobulin m وحاجة تانية هيكون في decrease في في ال صوب Breakfast Dry الآن يظهر بالخصر هذا صباح بأنه الحضر سوف ي得OOO Moving first the antibodies is more impossible Superactive Malarie, Spleenomagaly A curse in Chronic Malaria شهر خانسف الخانسف لان هذه يصبح تتعطل في الامر، الانتوجن الانتباع بكومبلكس يحضر يتراكم و يزيدون لكنه ليس هناك لذا عندما يبدأ Chronic Malaria يعطل عمليا لها 73-4 سيكون هناك تضخم هائل لانه فاقة الحد لا يستطيع التحميل المسحبات أكثر من هك It occurs in Chronic Malaria characterized by Chronic Massive Spleenomagaly هذا هو سبينوميغالي سبينوميغالي هذا تضخم في سبين هذا مفات أصلا سبينوميغالي كان مازال في حاجة أكثر من هكي وقال لي كرونيك أنتوا أعرفوا مدام هي كرونيك معناها لها هلبة وهي تتراكم تتراكم فهذا علاش دارة هايبر اكتب فالماكانيز من هو معناها التصفية فمن أنه نصفه في الميون منه سيصفيهم سبين فسبين سيصبح لها وحنلقوا أنه فيه سيكون لدينا هايبر هذه الكلمة فيها 20 الف حرف سيكون لدينا هايبر هايبر غاما غلبيلنمية وحيكون هناك نقص في الماليريا في البرفرال بلد فهمتنا ناخده تحليل في البرفرال بلد سيبين سيكون هناك نقص فيه في الماليريا البرسيط لأن كلها لمتها الانتبادي ومشدها لها دهبسيشن في سبين حاجة ثانية ستسببها لنا من المهم في الكيدني اسمها بلاك واتر فيفر أولا هي عبارة عن هناك نقص فيه الهالثي والنهالثي هناك نقص فيه ماليرين بتاع البيشن يبدأ يطلع لنا هايك اسمه بلاك واتر فيفر يعني هاي يبدأ لنا أجزبها أولا هي النقطة الواضحة انها سيكون فيه يعني سيكون فيه تقصير الانفكتد ار بيسيس وهاده انفكتد بشينيب البلازم تمام؟ قلنا هاي الله غالب راضين بها قضي حاجة طبيعي كده بنتخلصوا منها لا المصيبة اوين ان فيه تريتمنت مثل زي دوا اسمه هذا تريتمنت لو اخدنا بطريقة غير ملائمة او مثل اخدنا الدوسج زايد او اخدنا بأوقات يعني مزي ما قالنا الدكتور حيولي علينا وحيخلي الهالثي ار بيسيس اللي ما فيهم شي حيخليهم كأنه انتيجن فبيمشي جسمنا شين يدير بيكون انتيبوديز ضدهم ويبدأ يكسر فيهم فهمتوا يعني احنا الدوا يعني كوينين اللي هو مفردي عالجنا ويمشي تخلص من لا شون بيدير انه لو اخدنا بطريقة غير ملائمة بيولي على الجسم متاعنا بيخلي حتى الار بيسيس اللي كويسة يبدأ منظرها كأنه مش كويسة تبدأ كأنه انتيجن فيمشي الجسم متاعنا يكون انتيبوديز ويبدأ يكسر فيها حتى هي ثالثا فيه اجسام يعني هو تفرج من شخص الى شخص بس فيه ناس عندهم حساسية ضد بعض الادوية مثلا بريم اكوان وصوفا مدين هادو امتلا فيه ناس عندهم حساسية انه طبعا كل الطرق تؤدي الاروما اللي هي هي حيصير فيه قلنا طريقة الاولى ان احنا لو مخدناش الدواء بطريقة منعسبة ثانيا قلنا انه فيه ناس عندهم حساسية ضد بعض الادوية فهيديروا المفعول العكس انه هما كانوا حيصيرا 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 بيبدو يديروا الهماوس لربيسيس كلهم فهذا دي نفس النتيجة حيصيرا 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 طبعا فهذا كله مدى ما صار فيه وكالا ترمزي ولا ترمز ه kilo بعض نتجامه فهيسيسيسيس المنظر فيه نتجامه هذا مال بدنا عندنا متعبون غضب وينا ليزيد فهيسي سأ tenemos אם تقطدت المنظر الحمل الحمل لا يستمر بكرموت هي مشابيف لنا لانها هي پا원 ان全部 نعلم لايف Studios فشل كلاوي لان الارتريز يغدوا في الوينل هذي حيصيرهم ثرومبوسيز نفس المكانزمة هذي متاع والدم مش حيوصلهم فحيصير لهم رينال فالعليش لان الوينال كابيليز سالهم سالهم ابسركشن من الاربسيز هذو لداره كواجيليشن تمام تالتان هيكون عندنا هيموليتك أنيميا واضحة شرحناها هيموليتك أنيميا هيكون عندها جوندس لانه صار في انكريس في الهيموغلوبين ومتصير في هيموغلوبين يصير في بيللروبين ومتصير في بيلروبين سيكون في جوندس سيكون فيه فيفر ويكون فيه شوية غالك المتيريال اللي يدرنا فيه نرغب فيها شوية بايل سيكون فيه تضخم في سبلين وليفر هذا الشرحنا على سنة فيه حمل على ليفر و سبلين سيكون هي باتيو سبينوميجل سببنا سببنا بحاجة اسمها الجد ماليريا أو كولد ماليريا هذه شيء من قصتها والسيكون ذلك من موضوع البلد وهذا السيناريو فيه هيموغلوبين دم الخاصة ليس ليس لده لا يوصل إلى الهيموغل ولا يستمر في سبلين سيكون هناك نقص فيها فهيكون هناك نقص في هيموغلين هيموغلين كيف يصبح الموجود نقص النقص دلس will continue نريد النقيق والطلس اما الان يتواصل فلان يكون ضعي ستكون هو نقص في القراء طبيعي عن او أن السرع يكون ضعي في دلس المشكلة الدم سوف يصل لباخل الاورجان هذا اسمه لانه الدم لا يصل لا يصل لا يصل بالنقص ستكون نقص في القراء فالجسم يكفي تاكيكا الهات يبدأ بيضاء لأنه لا يستطيع أن يكون العلّم مننا لأنه لن يستطيع الوصول لا تعرف أن البلد فصلهم هم من أن يستطيع الوصول فالهارت يبدأ أن يكون تاكيكارديا لأن الدم يستطيع التوصل للجسم سيكون لدينا جمع لأن لا يوجد تداره لا يوجد تكراره لا يوجد تحوي فهذا اسمه ومن ثم إذا كان يسقط الوصول سيخش الإنسان في حق مهمة سيقوم بأسفل نفس القصة طبعا سنفعلهم كلهم والجرنام كل هذا كلها due to السايتو ادهرينز فنوامنا هذا الانتستان نفس الشي ان البلد فسلس حيصيرهم ثرمبوسيز الدم معاشا هيوصل الانتستان الدم معاشا هيوصل الانتستان ما هيوصل الانتستان؟ هيدير اسكيميا اسكيميا هذا معناها مافيش بلود يوصل اسكيميا هيقادل نكروسيس نكروسيس هيدير جي اي تي بليدن عم تقولنا فيه مالفنكشن سيصير في جي اي تي بليدن ومعاها دايريا وميوكوسا بيطلعوا هادو اسمه فشن هيصير في الانتستان؟ هيصير في الانتستان لانا فيه ابر جي اي تي بليدن لانا في اسكيميا لانا صارت السايتو ادهرينز هادي والدم معاشا يقدر يوصل الانتستان وحيسببنا طبعا عندنا الكنجنتال ماليريا هادي الماليريا قاعدة مثلا في الام والام حامل وتعطيها للبايبي متاعها من خلال بلسنتا ممكن دلنا ابورشن ممكن البيبي يحصير لستيل بورث يعني هيموت فسط البلسنتا ممكن يكون لو بورثويت يعني نوع ينولد قبل وقتها فالوزن سيكون ناقص فهدا كلها لانا البرازموديو مفاصي بارم هادي هتمشي من خلال بلسنتا فهتدير كواجيليشن في البلسنتا فهتدام هيقدر يوصل البيبي تمام يعني نفس مشاكل كنت ندير فما انا هنه هتديرها في البلسنتا هتدير بلوكيج في البلسنتا فهتدام هيقدر يوصل البيبي فهدا هيقدر قلنا الابورشن وممكن يقدر الستيل بورث لو بورثويت و الاخرة ممكن يدلنا هايبوغليسيميا لان الليفر معاشا تخدم كويس هذا واحد سيصبح في لفر مالفونجشن الليفر معاشا تقدر دير غليكوجين ليسس فهينزل مستوى السكر ثانيا ان البرازموديو قال لك هادي قالها الدكتور قال لك ان البرازموديو نفسه تتغذى على السكر السكر الموجود في الجسم لانا نتغذى عليه حتى يتغذى عليه فهند يكون لدينا نسبة كميرا من البرازموديو يعني حتى يأكل غدان احنا فهنا هنقعدوا في حالة هايبوغليسيميا سيصير لنا هايبوغليسيميا اللي هو وجود البرازموديو في الدم بكترة فكلمة هايبوغليسيميا تمام فقال لك ان البرازموديو يأتروا على 10 إلى 20٪ من الخلايا الحملة الموجودة في جسمنا كلنا وهذه تعتبر نسبة كبيرة يعني البرازموديو في جسمنا سيكون تورى على 20٪ منهم موجودة في أصنا سيكون لدينا هايبوغليسيميا السكر ربقانا اللي هو كواجيليشن و البراثياتاته الذين يتهمون في الورغان ليس انتشر على الورغان ينتشر على الجسم و قلنا ان انتشار فالمراريا سنتشر على الورغان كلهم مثل antestines suprarine gland ل ل liver الكدني ل spleen سنتشر cuarto حاجه ما في مالاريا اسمها relapse of malaria بري لابس معناها حاجة تتعاود فشني هذي خلينا شرحوها نرجع للسلايد هذا احنا قلنا ان سبورزويت امت تخش ركزوا في هذي موما سبورزويت امت تخش للليفر شن تدير تبدا متلا تأكل وتشرب كلها وبعدها تبدا تدير في القسام تمام فيه سبورزويت امت تخش للليفر شن يديره يمشي يخش يرقده فعوض ما يديره الساكل هذي اسمه اكثر ويخش ويرقده لا يمشي يخش ويرقده فهذا اسمه هبنوزويت شن هيكونه ويمشي ليفر هيكونه هبنو هبنو معناها كلمة انها حاجة ترقد زي هبنو تايز هذا التنويم المغناطيسي هبنو تايز انه في عوض ما السل هذي تمر بالمرحلة هذي وتدير شايزوند وبعدين تخش وتستمر لأ شوية من بيقول لك يلا احنا بنخش ونرقده ونجدوا على خير فهذي طبعا مع منه تصير هذي تصير مع البلازموديوم أوفال والبلازموديوم فيفاكس لا تصير مع الماليري والفالسي بارن تصير مع الفايفاكس والأوفال هذي بيقعدوا حتى شهور سنوات هما متسوسات في الليفر وراجدات وما يندروا على الدنيا وين زارجة تبدأ يكي فيه حرب سايرة برا وهم قاعدين على حالهم وقاعدين حتى الجسم ليس سيطلع لهم ديتكشن لان هما بروحهم ليس سيطلعوا برا فهيقعدوا دسات روحهم هنا طبعا بعد شهور أو سنوات يعني متل مش قلنا برا فيه حرب وتعالجت وخلاص تمت الحكاية بعد سنة سنتين البيشنت هذا الهيبنوزويد يمشوا بنوضوا من السوبات اللي كانوا فيه ويعودوا السايكل كلها من جديد فالانسان هذا بيلقى روح ان هو جاته الماليريا من جديد وهو متعرد لأي شخص عنده ماليريا ولا نعدة ولا أصلا قرب يعني مرض حتى يكون في دولة يعني ارادوكيتد مفيش ماليريا فاسطة فمستحيل قزي ملوان جاتع فهو انواليتي تكون انها كانت راجدة في الليفر وبعدين ناضط تمام في حاجة مهمة قالك ان البروستس هادي بتاع هيبنوزويد تتحول لهبنوزويد تصير هنا فقط يعني تصير تصير في الليفر البروستس هادي تصير في الليفر ماذا معناها؟ يعني لو احنا مثلا عدانا حد خدانا الماليريا هادي من حد من خلال البلد ترانسيوشن يعني الدهر هو اعطاني دم و الدم تاع طلع فيه ماليريا فمعناها اما مرحلة بناخد بناخد المرحلة هادي خلاص المرحلة هادي كمينها يعني اخذتها من دم بتاعها هو مدام الشخص هذا وصلت للدم بتاعها معناها بناخد المرحلة هادي هل ممكن يصير لي ريلابس مستحيل علش مستحيل يصير لي لان الهبنزويتس تتكون في المرحلة هادي بس عم تتوصل لعني خلاص مافيش هبنزويتس وانا مثلا لو اخذت الدم هذا واخذت العدوى من خلال البلد ترانسيوشن مش هيكون عندي هبنزويتس علشان الهبنزويتس تتكون في الليفر فقد فلهذا لو شخص انعدائه من خلال البلد ترانسيوشن مش هيكون عنده هبنزويتس مش هيسير لريلابس ولكن لو شخص عادة من خلال المسكيت وهي العطيت هالا عادة من خلال المسكيت عادي يتكون الهيبنوزويد في جسمه وممكن بعد سنتين ثلاثة يصيلي ريلابس تمام خلينا نرجع للسلايد فهنا ريلابس قال لك ريكورنس ايه الحاجة تتعاود ايه الحاجة تتعاود يعني هترجع لي بعد ما نعالج من غير ما نعرض ايه الحاجة تتعاود روحي للإنفكشن جديد هذه تصير مع البلازموديوم أوفال والفايفاكس فقط علش تصير قولنا due to sporozoid induced infection مثلا لو اعطتها لنا الفيمال انافلي سادي لو اخذناها مثلا من خلال الدم قالك لان حتى كنجنتل ما معنى كنجنتل؟ معنى الأم بتعتها للبيبي الأم بتعتها للبيبي من خلال الدم معنى خلاص احنا وصلنا للمرحلة بيبي وصلنا في ريلابس فتناها مرحلة الليفر معنى مش هتصير لريلابس قلنا ان الهيبنوزويد هذين يخشوا ريلابس سيصيروا مرحلة سيرجعوا ينوضوا بعد مرحلة الليفر بعد مرحلة الليفرسل ويرجعوا ينوضوا ويعودوا نفس السايكل ويصيروا السمتوم من أول جديد قالك وكيف نقدر ان نمنعها؟ اننا نعالجوا لازم نعالجوا حتى الهيبنوزويد طبعا طريقة العلاج ليس نفسها العلاج اللي حنعالجوا به الميروزويد والشايزنت ليس نفس صاريخ العلاج للهيبنوزويد الهيبنوزويد هذين يجب ان يكونوا ايرديشن يعني ما اسمها الكلمة بالعربي يجب ان يكونوا ايرديكيت ويجب ان نصلوا في طرق العلاج المهم ان الهيبنوزويد ولكن الشايزنت ويجب ان نخذوهم ويجب ان يموتوا فعالتا العلاج يجب ان يتعالج الميروزويد والشايزنت ويجب ان يتعالج الميروزويد والشايزنت ويجب ان يتعالج ما افرق بين ذلك الميروزويد والشايزنت يتعالج ويجب ان يتعالج ويمشي السمتم مثل دكتور قال خذها 3 تسابيع يتعالج السبعين السمتم فهو يوقف ويقول لكن الخلال الذي يختارنا هو يجب ان يكمل القwarz لانه تتعادل تعالج السمتم نستمر الخيار بعد شهرين ثلاثة أربعة هادوك البرسايتس يبنوا فروحهم يسترجع في قوتهم يديرون في ملتبليكيشن تخيلوا ان هم يديرون في ملتبليكيشن ان هم صح نسبة صغيرة يعني ما يستطيعون سببونا السمتمس مش هيدرون لنا عديك المالاريال فيبر ولكن هم هيدرون في ملتبليكيشن و هيدرون في شايزوجيني و يسترجع و احنا اصلا في حيات المنتو نحسابه ان احنا بيكيلهم و ماشيين مستمرين في حياتنا لعن ما يجي وقت هم تخلاص هم بنوا القوم بتاعهم يرجعوا و يرجعوا بقوة هيدرون لنا نفس السمتمس فهذا اسمها بيكورتسينس أو في ملتبليكيشن طبعا هذه هتصير تقدر تصير في أي بلازموديم ولكن موستلي في البلازموديم ملتبليكيشن طبعا تتلخبتوش الريلابس قلنا تصير في الفايفاكس والأوفال قلنا هدي كنية هتخش في سوبات يعني حمش هنكتلوها أصلا هتخش في سوبات و من ندرش عليها لا هدي خشت في السايكل طبيعي و خشت في الدم و عساس دلنا الروح نكتلناها لكن قعدت نسبة صغيرة ف النسبة صغيرة هديكة هتقعد تبني روحها و تسترجع في قواتها لعن ما ترجع لنا بعد كم شهر و تعود لنا نفس السمتمس فهذا على جديمة الدكتور يجب تقول لك لازم تكمل الكورس متاع الأدوية متاعك حتى لو أنت الأعراض مشت لازم تكمل الكورس الأدوية باش تأكد أن البرسايت أو البكتيريا رازم عاش ترجع لك ثاني فهذه اسمها ركورتسانس قال لك إتس ترجع للمشيات المالاريا بعد التعليمات ركورت بكل مالاريا ممكن تصبح لأي نوع لكن كمالي تصبح لنا في البلاسموديو مالاريا و الفالسي بارم هادي شين يصير أنه سيصبح في نفس البرسايت لفل بعد مالبرسايت لفل يعني بعد مالبرسايت لفل بعد مالبرسايت لفل بعد مالبرسايت لفل و لكن ما نزلش تماما لما قتلناه مش يمشي يركب تاني خصت ما كان يزم مش هازم نشرحوها ممكن قلناه ما كان يزم خالص بعد ما نحسابه نحنا كتلناها هذه كان نسبة صغيرة اللي قاعدة تقطر ترقب 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 و محنا ما ندروش علىه لعن ما خلاص توالي كامل انه تسببنا انفكشنز من اول من جديد طبعا قال الكالي مثلا يمكن تصير اخضاء بلد ترانزيوشن و كونجنيتل يعني تصير من خلال دام عكس اخر عكس الاربي لامس فبالنسبة المالاريا قالك انها مش موجودة مش اندمك يعني مش موجودة في بلادنا فلو حد في ليبيا انصاب المالاريا حتكوني اما important imported imported induced or introduced هدرسنا عليها مكيف مثلا لو حد سافر وجابه معاه induced or introduced نفس الشي انه مثلا لو حد اعطاله حد ثاني العدوى مثلا انا قاعدة واخوه يسافر اخوه يجابها معاه ومشي اعطاله لنا فهده induced or introduced فدوى شن فارج بين induced malaria وال mosquito bite malaria هو طول اعطالنا فهنين نبدو بالinfective stage لو كانت induced يعني ال person هدا هو اللي اعطاله حيعتيني trophozoid form اوكي معناها حياتينا متن خلال الدم فقال لك all stages inside the RBCs حنلقوا ممكن يعتالي ring ممكن يعتالي trophozoid ممكن يعتالي schizont مهم مش هيتالي gametocyte حياتي هالي واحدة من هدو ستكون في red blood cell stages اما بالنسبة لو كانت من خلال mosquito bite حياتي هالي sporozoid فلو كانت induced معناها حناخدها من شخص ثاني حياتي هالي امرينج يا schizont يا trophozoid لو كانت خلال malaria bite sporozoid واضحة هاترا نغطيها مفيش كيف نغطيهم هو المهم لو كانت اخذتها من شخص مفيش exo erythrocytic cycle ناخدها من الدم طول حناخدها من erythrocytic cycle بس لو اخذتها من malaria bite حنبدأ من liver stage اللي هي الاكزة erythrocytic cycle بعدين نخش على erythrocytic cycle ال incubation period حتكون اقصر في ال induced malaria وصلت ال erythrocytic cycle وصلت لهنا وصلت نص المرحلة بس لو اخذتها من malaria حنبدأ دي كالدسكة كلها من جديد يعني هيك لو انا اخذتها من bite حنضر الساكل هاتي كلها لو انا اخذتها من شخص تاني معناها انا بناخدها من orythrocytic نضر الساكل هاتي بس فالساكل هتكون كثيرة تمام اما لو اخذتها من شخص هنعود الساكل هاتي كلها ونفس الشي اشي احناها قبل قلنا انه لو اخذناها من دم شخص فحتكون هيكي erythrocytic cycle هناخد واحد من ثلاثة هادو يارينج يتروفوزويد يشايزنت مش هناخد gametocytes ومش هناخد سبورزويد اما لو اخذتها من مسكيتو هناخد سبورزويد تمام الريلابس اللي هو حل المرض هادو هيصير الريلابس او لا لو كانت induced malaria اكيد لا انا قلنا هي تصير في ال liver ومتى ناخد المالاريا من شخصين هناخدها متى تكون توصل مرحلة red dot cells فلو كانت induced malaria مش هيصير النا الريلابس لان الhypnozoides يدوره formation في ال liver stage بس لو اخذناها في المسكيتو معناها هنبدو من سبورزويد معناها ممكن دلنا الريلابس ان هنكونوا hypnozoides اما الكوريسنس تصير في الزوز قلنا ممكن تصير في اي واحدة فيهم وطريقة hypnozoides في induced malaria مش محتاجين اما في المسكيتو بيت malaria هنحتاجه نعالجه حتى الhypnozoides هنحتاجه نديره طريقة diagnosis يعني كيف هنعرف الشخص هذا عنده plasmodium او لا اولا عندنا من clinical picture يعني مجردنا بيجيك patient انت دكتور وبيبدا يشكيلك بيقولك انا عندي مثلا في الاول جيني cold وبعدا نحس بي fever وبعدا نبدأ sweating في هذه المالاريا فهذا طول انت بتثبت تقول اه انت شكلك عندك مالاريا لكن طبعا هذه مش تأكيدية يعني تساعدنا نحن نشخص الحالة ونعرف which test to do لك ما نقدرش نأكدوا ان انت عندك مالاريا من الحالة هذه ثانيا ال negative side من هذه انه في ناس اللي عندهم اللي يكونوا مناعة مرات ما يجيلهم مثل المالاريا تمام يعني بدأت الناس اللي وجودة في افريكا خلاص تكون جوتهم مرة ومرتين ثلاثة فالفيفر هذه ما عش تجيهم اصلا وما يطلع لهم symptoms فلازم نستخدموا other techniques قال لك اكتر technique اساسية هي من خلال blood smear يعني نحن ناخد عينها من الدم هذه هي تعتبر gold standard وهي تعتبر طريقة اساسية وهي هتأكد لنا 100% لو احنا عندنا او لا طبعا ال blood film هذا اللي بناخده عينة الدم ممكن نحطوه على طريقتان ممكن مثلا ناخده هذا هذا مثلا الجيش اللي بنحطه على الدم ممكن ناخده thin blood film يعني ناخده عينة من الدم لكن رقيقة هيك نحطوه نشرتوه هنا فحتكون very thin او ممكن ناخده فهذه هي thin وهذه thick ماذا معنى thick يعني معبية دم ماذا نفرق بينهم قال لك انت لو تريد تست مجرد ان انت تريد تعرف لو الشخص هذا عنده برازماديم او لا بتريد thick تمام هذه thick لان thick هذه معبية دم معبية red blood cells فحتى لو red blood cells هذه ما فيهاش هدي حيكون فيها ولو هذه ما فيهاش هدي حيكون فيها يعني هذه الconcentration بتاعها عالية فهمتوا لانا لو اخدته thin مراتنا نلقوها negative هو في الحقيقة عندنا غير احنا العين ان اخدناها ما فيهاش concentration لكن لو تناخده عينة كبيرة وعين thick خلاص هيك يضمننا ان لو مفيش معناها مفيش لان احنا اخدنا عينة كبيرة وحتى العين هذه ما فيهاش معناها خلاص negative فهذه الثق نستخدم فيها باش نشوفوا هل هو فيه او مفيش بعد ما نستخدمها بعد ما ندرنا testing وطلع فيه لانا نريد نعفو شنية نوعية البلازموديم هل هي فيفاكس أوفال فالسي بورم مالاريو كلها فهنا هناخد عينة thin باش نقدروا ندرسها بوضوح نقدروا ندرسها بوضوح نقدروا نشوف الشيب نقدروا نشوف الديتلز اوكي فهمتوا لو كان الثق مش هنقدروا نشوف الديتلز انا فيهه بس لو كان الثق نشرتعوها كويس خلاص نبدو نبدو نشوف الديتلز فقالك ثم بلد فيلم is for specific diagnosis يعني for details with thick بلد فيلم for screening اما positive او negative مجرد نحن نبغو نعفو فيه او مفيش وقالك احسن وقت باش نديروا التحليل هذا بعد المالاريو الاتاك علاش نقولها مالاريو الاتاك تصير انت الكيسة تتفجر وتطلع على الميرزويد فاحسن وقت نحن ناخد عينها بعد ما الكيسة تتفجر باش نلقوهم الميرزويد سادو تمام قالك طبعا ممكن يطلع على negative result due to what اولا مرات يكون فيه low levels يعني احنا عندنا برازموديم لكن تكون بتركيز صغير جدا فمش هتطلعنا في التس ثانيا مرات البلد فيلم اللي اخدناها مش كويسة يعني اخدناها ممكان في البريفوريز يعني مكانش فيه او اخدنا عينة صغيرة وهكدا او مرات الشخص اللي دار التحليل نفسها مادرهاش بطريقة صحيحة تمام طريقة ثانية ممكن نديره rapid diagnostic test هذا طريقة الثالثة فيه طريقة اسمه provocation test هي معاش ندره فعلاك المهم قالك شين يدير نمشو الpatient هذا نعطوله ادرنالين هذا ادرنالين هذا يحفز الجسم يدير vasoconstriction فكأنه بيحصر البريفوريز هذا يخليه يمشي البريفوريز فعلمتا ناخده البريفوريز نلقه فعلمتا يعني هو بيعطيه لكي ادرنالين لكي ادرنالين يحفز ان البريفوريز هذا اللي موجود في البريفوريز يمشي البريفوريز لكي امتحنين ناخده عينة خلاص يطلعنا فيه ولكن مش حاجه اكيرت يعني مهمة provocation تستفزه كلمة provoke بالعرب ان انت تستفزه فانت استفزتها تعطيه لها ماده باش تخليه يطلع عليك لان هو هذا الصراحة ما بيش يطلع عليك فانت هيك تعطيه لها ماده باش تخليه يطلع عليك على بره باش انت تكتر تشوفها ممكن نديره bone marrow puncture نحن ناخده عينة من bone marrow لانا bone marrow هو المصنع ولا المصنع اول حاجه تطلع منها هي ريتكيولوسايت وقلنا ريتكيولوسايت ماذا نلقه بلازموديوم فيفاكس و اووال فلونا نديره تستنج لازموديوم فيفاكس و اووال ممكن ناخده عينة من bone marrow باش نشوفه ريتكيولوسايت و ممكن نديره هادو التست متاع سيرورجي تست الالايزا و اي ف تي و كلها قال لي هادو مش اكيرت هالبه لان هادو التست عباره عن شيني نحن نشوفه الانتيبوديس تمام قال لي بالداد في البلدان اللي متشرة فيها المالاريا الناس هادو عندهم منعه فمش حيكونوا انتيبوديس تمام لانهم انتيبوديس تمام لانهم انتيبوديس فلهذا هتلقى نتست هادو ما مدلك فايدة بالنسبة للتريتمنت هو ينقسم الى عدة ستيجز اول حاجة انت اول ما يجيك لموريد شين حديلها ستعطيله general and supportive treatment معناها general and supportive treatment يعني انت بتشوف هو شين مار وبتعطيله حاجة تحلل ازمة توا وبعدين تبدأ في علاج البرسات وتقتل فيه لان هو ان انت تقتل بيرسات محتاج وقت ولهو البيشنت عنده سمتم زي مثل عنده انيميا عنده ديهايدريشن قص هلبة وكلها عنده باين لازم تعطيله حاجة تحلل الازمة توا وبعدين نلهو بالبارسات فمثلا لو هو يحس بابطامنا باين او عنده فيفر او هيكي تعطيله اللي هو مثلا تعطيله تعطيله whatever it says يعني اللي عنده وبعدين مثلا لو هو عنده انيميا لازم لو هو عنده ديهايدريشن او صالة نقص في البرشور مثلا لازم تعطيله فهذا اسمه general and supportive treatment لانه لو بتستنى عندما يموت البارسات خلاص الباشينت نفسها تلقاه يموت فهذه اول حاجة نتعطيله حاجة هيكي تحل الازمة وبعدين تبدأ تعالش البارسات بالنسبة لبارسات نفسها فقال لك عندك دروجز مثلا كلوروكوين هاد اهم واحدة يستخدموا فيها كلوروكوين والكوينين سوفيت وكلوروكوين مرات نعطوه انترا مسكيلا لو كانت انترا مسكيلا لو كانت انترا مسكيلا معناها طول يخش يعني اسرع ما كنزب انه يخش ففي الاميرجنسي ممكن سوفيت وكلوروكوين هذا ينعطى للإراثروساتيك كيف يعني؟ هو هيقضي على البارسات في الإراثروساتيك يعني مثلا لو البارسات عنده بلازموديوم فاصي بورم أو بلازموديوم ماذاوي تعطيله هذا خلاص تمام تعطيله هذا كمل لكن لو بيشينت عنده بلازموديوم أوفال و بلازموديوم فيفاكس تعطيله و تعطيله الدواه ثاني بيقضي على شيني بيقضي على الهيبنوزويدز بعدين نقرأ هذي اسمه إرادية كور يعني لو كان بلازموديوم فاصي بوم و مالوريا تعطيله لكن خلاص تمام لكن لو كان أوفال و وفايفاكس تعطيله اللي هو يقتل الهيبنوزويدز بعدين تعطيله رادية كور لكي يقتل الهيبنوزويدز اللي هي الهيباتيك سايكل رادية كوري نبكر أخبركم إرادية معرفته العربية هي إشعاع من خلال الأشعة يعني ستقتل الهيبنوزويدز من خلال الأشعة خلينا نركز نتوفر قلنا عندنا كلوروكوين و كلوروكوين مرات شني الفاصي بوم هذي دارت مناعة ضد الأدوية هذي فنضر نحن نستخدم أدوية ثانية أو نحن نخلطه كلوروكوين مع مواد ثانية في عائلة الكوين نفسها هنستخدموا مفلوكوين مفلوكوين هنستخدموها أمتى هذي الفاصي بوم تتكون مناعة ضد كلوروكوين نستخدمو لها مفلوكوين الكوينة إنسالفيت هذي نفسها نديرو لك حتى هو نستخدمه هنستخدموا دواتاني اسمه هذا جاي من نبتة لو تتفكروا احنا واخدينها قبل في علاج شنو اخدنا في علاج النيجليريا فاولوي خلينا نرجع للنوتس تمام هذا لو تتفكروا فيه اشوفوا شنكتبتو لكم مثلا فهادي في نبتة اسمه آرتميسيا آنوى هذي السنين لقوها اخترعوها فنبتة هذي استخلصوا منها دوات اسمه وبدو يستخدموا فيه هو دواتاني ماليريا ولكن استخدموا فيه حتى في علاج النيجليريا فاولوي هذه آرتميسيا قلنا انه واحد صيني واحد صيني اخترعوها فهذه طبعا هذا كله مش مهمات حتى دكتور مش رحومش وقال يعني موم كل مرة يخلطوا مع حاجه فخلي نديروا قلنا ان الدراجزين نستخدموهم في الكلينيكال كور هما يلي هيعارجو الريتروستيك سايكل ممكن نستخدموا كلوروكوين وكلوروكوين قلنا ممكن ناخدوها اي ام لو كانت حالة مستعجلة اي ام معناها انترمسكول حيوصل فيسا فيسا قلنا الى بلازموديم فالسي برم هذا مرات يكون مناعها فنحن نضطروا نستخدمو حد ثاني من نفس العيلة يعني في عوض الكوروكوين استخدمنا مفلوكوين الكوين عن صوفيت ممكن نزيدوها بارميثامين ونستخدموها هنستخدمو دواتاني اسمه ارتميسينين تمام اوكي بعدها هنخش في رادكال كور رادكال كور هادو نبو نحلو المشكلة من اساسها يعني مش نقتلو اليراثرستيك بس و بعدين يصير لنا ري لابس و نرجع في نفس الموال لا احنا نبو نقتلو المشكلة من اساسها فلهذا نعطوهم رادكال كوروكوين رادكال كوروكوين من حيقتل الهيبنوزويدز اللي هما موجودات في البلازموديوم اووال و البلازموديوم فيباكس تمام فرادكال كور هادو ممكن نعطوهم بطول بروحهم و خلاص نحن نعطوهم كوروكوين اللي هدرزنا عليه وبعدين نعطوهم هادو طبعا لو كانت في البلازموديوم فالسيبروم والبلازموديوم والمالوري مش لازم لانهم عندهم شباتيكس تيتش خلاص هادو كفة و وفة لكن في البلازموديوم فيفاكس والأوفال نعطوهم التريتمت هادو كوروكوين وبعدين نعطوهم هادو فما نعطوش بروحة يعني وعند الفئة الاخيرة اللي هما البروفيلاكتك هادو من كلمة البروفيلاكتك اللي هما البروفيلاكتك او تقوله المهم ان الادوية هادى ياخدوها مثلا لو شخص عندها رحلة اللي هو واحدة من دول هادى اللي منتشرة فيها المالوريا بشدة فبياخد البروفيلاكتك دراج هادو باش يمنع النواة يجيه المالوريا فياخدها قبل ما يمشي ياخدها خلال ما هو غاضي وبعد ما يروح بشهر تمام فالبراسس تقعد ياخدها متنية حبة في الأسبوع فهياخدها قبل ما يمشي وبعدين خلال يعني صفرتها كلها وبعد ما يروح مش خدتها انت يروح يقول خلاص دمانت رحي لا حتى بعد ما يروح يقعد ياخد فيها تمام فقلنا اجزامبوس عندنا بارميثايمين ممكن ناخده كلوروكوين ناخدها مرة في الأسبوع ممكن ناخده دواء غير كلوروكوين هادى قلنا لان البلاس بودي ممكن تكون مناعة فناخده فانسي دار هادى فعود كلوروكوين اللي هو كومبانيشن اف بارميثايمين وصوفا داكسين تمام ممكن ناخده مفلوكوين اللي هي قلنا عيلة من عيلة كلوروكوين هادى ناخده فاهم تكون البازمودي مفاصي بارم هادى كون مناعة لكن قالك ان المفلوكوين اللي قلنا عنده side effects عنده Neurological side effects وعنده psychiatric events فيحاولوا ان هو يتفدوه فهم ما عاشوا لقوا شون يدوره قزي حاولوا يلقوا حال تانى لان كلوروكوين قالوا قلنا البازمودي ممكن تكون مناعة فحاولوا لقوحة تانى من العيلة متاعها اوكي تمام لكن قلنا هادى عنده side effects ممكن يسببنا Neurological disorders ممكن يسببنا psychiatric events فانسي دره هادى will do the job هادى ميكس بين البرمثيمين والصوفا داكسين او ممكن استخده نكلارووكوين المهم هادى الprophylactic drugs اللي هما protective mechanisms تمام قالي في 2012 اختار radical cure جديد اسمه تافينوكوين تافينوكوين انه يكتل في فيفاكس في الهيباتيك هما عنده يكتشف ادوية جديدة وكل مرة يكتشفوا حاجة يحاولون تكون less side effects تكون more productive يعني عنده يكتشف ادوية جديدة سيقعدوا كل سنة يكتشف ادوية جديدة المهم هنا منظمة صح العالمية الworld health organization مدارين حملة اسمها drug management of malaria كيف يعني حتى درغز نديرو لهم management قالك في الدول الافريقية لانهو المالاريا منتشرة حلبة فالبلازموديم اللي عندهم شبه كونة مناعة لكل شيء ينصحوا فيهم دي ما يقولون انتو ديروا combination therapy اللي هو ما تاخدوش الدرغ براحة اخدوه combine مع حاجة تانية اولا باش يكون يدير مفعول على البلازموديم ثانيا حتى باش انت حاليا كأنك تجري بالبلازموديم كل مرة تخشش لها مادة جديدة باش تتلخبط لانهو بدت تكون في مناعة لانهو في الدول الافريقية كل يوم نيو كيسي كل يوم نيو كيسي مثل دول التانية خلاص حتى تعطينا كلوروكوين احتمال تتعالج لانهو مش معرضة للدزيز هلبا بس البازموديم اللي تكون موجودة في اماكن ياللي very endemic يقولون يستخدموا combination therapy ماليو كيسي في مناعا كبيرة لانهو مناعة كبيرة يجبون ان تتعالج الى اميبات العامة مثلا زي قال استخدمنا مالكسامل ايوة مثلا لكن ديرولا مثلا اصلا كما اصلا باهم يخط فيه بروحة تلخبط مع بعض باش حدر مبازموديم نفسها يتلخبط وكلما يحاول إدير مناع على حاجة شيء يمكن أن تخشش له حاجة تانية بشيء ليس يكون مستمع فطبع حندوى على الـ Prevention و Control Method يعني كيف نحمر حاجة فأول حاجة حندوى هي حاجة الواضحة نحن حاول نعالج الناس كلها لأنها طبيعي كما كان عندنا كوفيد والناس كلها تعاجز خلاص ان الفيروس بدا يختفي فأنت تتحاول وتعالج البيتين كلهم خلاص الفيروس حيموت معها حيختفي بدأت في الـ Endemic Areas فأنت تحاول تقوم بشكل الأشخاص بجميع البيتين ثانيا ستجعل المسكيتو نفسهم أولا ستجعلهم Sterealization كافي يعني أنت ستجعل المال ستجعلها Sterealized لكن لا يمكن أن يكون المسكيتو لأن هناك الحشرة تموت فأنا نحاول لنقضي حشرة حشرة نقضي على الحشرة استجعل المال لكن لا يمكن أن يكون المسكيتو مع الفيميل ومعه سيكون فيه نيو مسكيتو ثانيا using insecticides اللي هو مضاد المسكيتو هذي هذي زي نكتل في الحشرات بس فيها واحدة يعني specific للمسكيتو ثالثا نحن هنكتلوا الأماكن اللي تربى فيها المسكيتو الbreeding places فالenvironment متع المسكيتو نفسها هندروا لها destruction ثالثا ممكن نكتلوا larval stage شنه هذي الارفا هذي الارفا يعني هم تكون دودا اجز بعدها الارفا هذي 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 هتكونوا للارفا فالارفا هذي نحاولوا نحن نقضوا عليهم قبل ما ينفتحوا ويكونوا للمسكيتو نحاولوا نكتلوهم في stage هذي كيف هنكتلوهم أولا لان هما ما تمشينا عندهم الbreeding stage متع المليه الانفارمنت اللي ينمو فيها فالانفارمنت متعها نحطو لها chemicals مثلا باش تموت الارفا stage نحطو لها مثلا هي هذي lake بحيرة نحطو لها هيكي طبقة صغيرة من الاويل فهي اوكي طبع مشت فهي طبقة صغيرة من الاويل شان هتفيدنا لان ما تمشيها الارفا هذي تقعد في الواتر لو حطنا عليها طبقة من الاويل معناها الاكسوجين معاش بيوصل لها فحيصي لها suffocation هتموت لان الاكسوجين معاش يقدر يوصل لها تمام او ممكن حطو لها نوع fish اسمه jambuzia fish jambuzia fish هذا يكتل او ياكل في الارفا هو قاعد ياكل في الارفا فخلاص احنا اصلا منعناها قبل ما تنفتحوا وتكوننا مسكيتو فقلنا الطريقة تاني احنا نتحكموا في المسكيتوز نحنا نحاولوا نكتلوهم ياما نديروا sterilization للمال ياما حنكتل الاماكن اللي تتربى فيها ياما نستخدموا insecticides اللي هما الدول الحشرات يعني ياما حنكتلو الارفا ستيج ودوانا كيف حنكتلوها ياما حنعطولها chemicals او حنغطوا البحيرة مثلا الامكان اللي تتربى فيها حنغطوه بالاويل باش نمعوا الاكسوجين يوصلها او نحطولها النوع الفش هذا اللي يياكل الارفا ستيج ثاني نقدروا نحمو روحنا من المسكيتوز يعني مثلا بدات في الدول اللي المسكيتوز متواجدة هربا مثلا في السودان و الدول هذي مثلا نستخدموا المسكيتو ناتس هذو اللي يستخدموا فيها مع الراشن يعني الراشن عم تدخلي مفتوح ما تدخليشيك مفتوح لازم يكون في شبكة واحدة نحن في ليبيا هناك أشخاص يدر فايا ليس من المسكيتوز ولكن المسكيتوز الأنواع الثانية أو الحشرات بصفة عامة تجد عائلتك الشبكة التي تضع فيها على الرشن أو حتى الباب مرات حتى الباب وممكن أن يستخدموا مضاد ضد المسكيتو مثل المضاد ضد الجمل يعني حاجة تحمي أن تحاول المسكيتو لا تقرب لك أصلاً فهذا اسمه repellent كلمة repell معناها المغناطيس جنب بعض سيبعدوا على بعض فمعناها الحاجة أول ما تقرب عليك ستبعد سنستخدم المواد هذه سيبعدوا المسكيتوز أو طبعاً في طريق الواضح سنستخدموا فاكسين ولكن قالك لعند الآن ما زال ما لقوش فاكسين معين لأن البلازموديمادي عندها هلبا سيست عندها تروفوزويد عندها رينج عندها شايزنت ميروزويد عندما عندها هلبا سيجز فإنت لو درت الفاكسين ضد شيني حديرها بالضبط ميروزويد ولا ضد رينج ولا ضد تروفوزويد ولا سبوروزويد فإن انت طلع فاكسين يقدر يكتل السيجز كلما يمنع ضد السيجز لأن كل سيجز بروحة فقالك في 2015 كان في فاكسين فاكسين اختروه في 2015 اسمه موسكوريكس تمام هذا عبارة عن عنده بروتين يقضي على سبوروزويد يعطو فيه لتشيلدون يعني من عمر ستة سنين لعند سبعتاش من شهر اللي هو يعني حوالي سنتين وحاجة أوكي خلاص هذا هو واخيراً وصلنا في أخر جزئية اللي هي الاميونيتي يعني قالك أنا فيه ناس من غير ما ياخدوا له فيكسين ولا حاجة هم مكوانين المناعة بها كيف فيه عدة طرق طيب هنقلك الواحدة فيهم نبدو في أول واحدة يلي كنجانيتل اميونيتي واضحة من كلمة كنجانيتل هي أن المناعة اكتسبها البيب هادة من الام من خلال البلاسنتا متى هي حامل بها يعني متى المام هادة جيتها الماليريا وكونت انتبذيز هي الوحيدة اللي تقدر تخطو من خلال بلسنتا فتعطيها للبيبي من خلال بلسنتا وخلاص يبدأ عندها أنتيبودي فحتى لو بعد ما ولدت جاتة المالاريا حتكون أخف أو ما فيش سمتم زي النوى أخديه أنتيبودي بعدها عندنا الأكوارد اميونيتي أكوارد معناها مكتسبة يعني البيشنت هذا كتسبها كيف يكتسبها لأنها المالاريا جاتة وبعدها خلاص طبيعيا ردت فعل جسم الإنسان أنه حيكون أنتيبودي فهي هذه الأكوارد اميونيتي يسمى فيها أنتيتوكسك اميونيتي أو pre-amunition أنهي حتقعد مدام الإنسان هذا جاعد في دورة فيها البلازموديوم أو فيها المالاريا لو الإنسان هذا مدام سافر ومشيها لدولة تانية مفيهاش مالاريا خاصة الاميونيتي هذيك حتختفي فهي قعدة لأنه هو دائما معرض للبيبي هذا فخلاص جسمي كون اميونيتي لأنه هو معرض دائما للبيبي هذا بس إذا سافر لدولة تانية ستقعد كم شهر وتمشي معاش تجيل مدام فيه انفكشن في المنطقة اللي هو قاعد فيه المناعة ستقعد أول ما هو يمشي لمنطقة ما فيهاش الانفكشن هدي المناعة ستختفي طب المناعة مش نية مش نية حتمنع من المرض هيجيه ولكن متلا حتكون خفيفة أو حتكون من غير السيمتنس ثالثا عندنا الانيت وزيستنس انيت معناها اتس جيناتيك يعني فيه حاجة في التركيبة الجينائية متاعك حتتعطي لك مناعة زي شنو نبدو اولا مثلا بالناس اللي عندهم السيكل سال انيميا نعرفو ان السيكل سال انيميا هي الانيميا اللي راب باطسة يبدو يكي معوجات فهو جيني قالك مثلا 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 بالزبوديوم فالسي بارم هذا فيتل ولا هذا يببي حش كبير قزيم مش هيقدر يخش في راب باطسة هيكي معوجة هو محتاج انه يكون الحوش كبير ومرتاح مش يقدر ياخد راحته فقالك في البيتينس اللي عندهم السيكل سال انيميا راب باطسة متاع ميكي معوجات مش هيستقبلوا البلازموديوم فالسي بارم فلهذا هما كونولك مناعة انه مش هيخلوه يخش وحتى لو خش يدروا لدستركشن حيفا تزور ان هذي راد بلدسة طبيعية ولا هذي راد بلدسة طبيعية وهذي مثلا سيكل سال راد بلدسة فهو لو خش هو محتاج يخش هناكي محتاجه ساعة فلو خش هو اول مش هيخش وحتى لو خش حدير لدستركشن فهذي اسمه مناعة بسبب السيكل سال انيميا ثانيا الكلوكوس 6 فوسفيت ديفيشنسي هذا الانزيم اتس اخذناه في البايو فقال لك ان الانزيم هذا البلازموديوم هي محتاجاته بشتير المتابلزم تاعها ففي البيشنس اللي عندهم ديفيشنسي من غلوكوس 6 فوسفيت مش هنالوسي اللي هنضرروا حتى البلازمودي مش هتقدروا تعيش من غيره فهكي هما كونوا مناعة يعني لو خشت الجسم الانسان ولقيت انه عنده غلوكوس 6 فوسفيت ديفيشنسي حتقولها الجماعة هاي يطلع احنا ما نقدرش نقعده هنا لانه ما عندهش غلوكوس 6 فوسفيت وحنا ماحتاجين غلوكوس 6 فوسفيت عندنا البيراثالثالسميا حتى هي نفس القصه اسبلاد ديس اوضر البيراثالثالسميا هاتي هتعطينا مناعة ضد البلازموديوم فيفاكس الكلام ت adequ paintings عدوه ,يقوم بتشيير عدوها وغلو بلا طساميا في الفاكس سيقول لأ انا مش هنقدر نعيش حتى ان الظروف هاي مش مهائيالية تلاح البلازموديوم فيفاكس السيكل الانمي عندها مناعة ضد البلازموديوم فالسيirmiحم فالسيarm فالسي مراء فهيه ثماميها تقسضيها السيكل الانمي PM من بالصفل سي بون عندنا الأفاليسيتوسيس أو ما يسمى بالإلبتوسيتوسيس من كلمة أوبالو سيتوسيس إن الوى بطس هذي شكلها أفال الشكلها أو فال أو زي إلبتو كل شيء يعني معوج مش زي الوى بطسة الطبيعية مثل هذه الوى بطسة الطبيعية تمام وهذي الأفاليسيتوسيس فهي البلاسمودي مش هتقدر تتخش وتعيش فيها لأن هي صغيرة هلبة يعني معوج المساحة هذي معوجة ومش كافية ان هي تخش وتعيش فيها فلهذا احنا هيكي لو عنا الرب باطسلز متاعنا أوفالو حتعطينا مناعة ضد البلازمودي من ان هو اصلا بيخش بيالقاه هيكي وكلها لا لا اطلة هذي مش مريحة ومعوجة ومساحتها صغيرة همينوغلوبلن نفس الشي قلنا هم البابيز اللي عندهم همينوغلوبلنز من قامتهم هما قاعدين في الفيتس فهم مولودين بها المناعة عادي دافي فاكتور شنية هذي فلو استفكروا قلناها في المايكرو مش عنا مثلا هذي رب باطسلز مش عنا انتيجنز الانتيجنز هذي يحددونه لو حنيه البلد تايب اي او بي والاخره وعنا حاجة تانية مثلا خلينا نرسمها حدية عنا مثلا ريسيس فاكتور اللي لو عنا ريسيس فاكتور نقوله نبدو ريسيس positive ريسيس positive لو معناش ريسيس فاكتور هذا نعتبر ريسيس negative فعنا حاجة تانية اسمه دافي فاكتور سوف ننشوه بالاضرق هدا اسمه دافي فاكتور سوف توقف قصته هكى مثلك سوف توقف قصة زي الريسيس فاكتور وزي الانتيجنز هادوا فالدافي فاكتور قال لك فالدافي فاكتور هذا البلازموديوم فيفاكس انتيت تجي تخش الوارد باطسل سترتبط بالدافي فاكتور فهي انت ما تلقاش الدافي فاكتور بيس تستطيع ان تخش الوارد باطسل بيس تقول خلاص أرجو احنا نستطيع ان تخش الاغل المهمة فهمتوا انها مثلا بتجي بتخش بتدير invasion مش هتلقى دافي فاكتور هترجى وتلغي المهمة وتقول من احنا مش هنقدر نخشه فالبيشنت هذا لو طلعت لو انا مثلا ما عنديش دافي فاكتور في دمي هيك يعني تلقائيا حميت نفسي من البلازموديم فيفاكس لو البلازموديم فيفاكس يخش لي لازم يحتاج يخش من الدافي فاكتور هذا فهذه اسمه النات ميونيتي لان فيه حاجة في الخلايا بتاعي منعت البلازموديم من هو يخش لي تمام فقالك الحالات واسد افريكا معظمهم ما عندهمش دافي فاكتور فهم يعتبر انه عندهم مناعة ضد البلازموديم فيفاكس خلاص هاده هو الشرح كله هيك نكونو كاملنا بطرق الاميونيتي ونكونو كاملنا شيت الماليريا اللي هو يعتبر من اطول شيت في جزئية البرتوزا ان شاء الله بتوفيق